موسيقى القطاع السمكي في مصر كتير او من الناس بيقولوا ان احنا عندنا 13 و3 من 10 او 4 من 10 مليون فدان مائي فازاي ان احنا بنستورد سمك فعلا واحنا عندنا 13 و3 من 10 او 4 من 10 او 2 وشوية من 10 فدان مائي عندنا مصادر طبيعية واستزراع سمكي المصادر الطبيعية اللي هي بتتمثل في البحار البحر الابيض والبحر المتوسط والبحيرات وعندنا عديد من البحيرات منها اربع بحيرات بنقول عليهم البحيرات الشمالية اللي هي المنزلة وايتكو والبرولوس ومريوت وعندنا بحيرة قارون في الفيوم وعندنا بحيرة ناصر ودي من اكبر البحيرات الصناعية في العالم لواحدة مساحتها حوالي واحد ومئتين وخمسين الف فدان واحد مليون يعني واحد واثنين من عشرة مليون والمساحة دي طبعا ما هي السبتة ففي بعض الاحصاءات حتى النهاردة اللمحة احصائية اللي صدر عن الجهاز المركزي فبيقول اربع تلاف كيلومتر مربع ما نجي نحاولها الفددين تطلع تسعمية وحاجة فده طبعا راجع لان المساحة البحيرة بتتغير وفقا لمنسوب المياه فيها فلما المنسوب بيعلى بتزداد المساحة لما المنسوب بتقلي المساحة لكن هي اكبر مساحة او اكبر بحيرة صناعية موجودة في العالم وصناعية طبعا لانها نتجة بعد اقامة السد العالي اما نجي نشوف بقى الموضوع عندنا النيل طبعا وفروعه اما نجي نشوف المصادر الطبيعية دي هتلاقي المساحة الكبيرة اوي جاية من البحار البحار مساحتها كبيرة يعني عشرة مليون فدان من الثلاثتاشر طبعا بعد التقديرات بتقول 11 مليون يعني الجزء ده كله احنا بننتج منه 114 الف فدان 114 الف طن من مليون و370 الف طن منتج السنادي في حصاءات 2012 فنسبة ليلة جدا فلو تخيالنا ان البحار والبحيرات ونهر النيل كل دولة بيدونا 354 الف طن يعني بالزبط 25.8 من 10 في المية من الانتاج السمكي اذا هناك مشكلة في المصادر الطبيعية في او في مشكلة ومستمرة من فترة طويلة جدا ان احنا اتقال ان هذه المصادر بتتعرض لعديد من المشاكل وبالتالي هناك هدر او هناك تدور للانتاج قد يكون ليس كمي الاحصاءات بتشيل لزيادات كمي ولكن في الاهمية النسبية لانتاج السمك فبدل ما كان في 96 او في نهاية التسعينات الاستزراع السمكي يمثل 18% فقط من الانتاج السمكي الان الاستزراع السمكي في مصر بيمثل 74.2 من 10% من الانتاج السمكي والمصادر الطبيعية اللي هي المساحة الكبيرة اللي الكل بيبص على ان هي دية المسطحات المائية اللي موجودة في مصر لا تؤطي ازد من 25% من الانتاج السمكي ليه لانها تعرضت الى مشاكل عديدة على فترات زمنية طويلة وبعدين ليس بالضرورة المساحات الكبيرة اللي موجودة عندنا في البحار انها يبقى متوفر فيها اسماك لان دي بتتوقف على التغذية والاضاءة وهل هي فيها فعلا مغزيات للسمك في السمك بتواجد ولا هي اماكن فقيرة هي المسطحات او المياه الاقليمية بتاعتنا في البحار اماكن فقيرة في الصروة السمكي طيب لو جدت واني بقى ايه المشاكل هقولك كتير خالص ابسط لما تيجي تتكلم على البحيرات انا يعني بتساءل بحيرة المنزل ما المطلوب من بحيرة المنزل هل انتاج اسماك هل انها تبقى مستودع للصرف الصحي اللي بحر البار حصل تعديات حصل تكفيف عليها موضوع التكفيف نال جميع البحيرات الشمالية ادي واحدة فانتقللت المساحة المتاحة ولما بنجفف يا ريت كمان استخدمناها لاراضي الزراعية ده بعد كده تحولت لمنتجعات لموضوع تاني خالص فعندي مشكلة التكفيف عندي مشكلة النباتات المائية عندي مشكلة صيد الزريعة اللي بتتاخد تتحط في المزارع السماكية وبالتالي المخزونات في البحيرات بتقل عندي مشكلة الصيد الجائر وخاصة بعد قيام صورة 25 يناير وطبعا الانهيار الامن والعملية كلها اللي عاوز يعمل حاجة بيعملها دلوقتي عندي مشكلة التلوث زي ما نقول وبتزيد او في المنزلة ومريوت والبرولوس واتكوا ومعهم قارون لكن من انقى البحيرات اللي لم يصبها هذا الموضوع البردويل وناصر ما زالت البردويل وناصر يعني من انقى البحيرات الموجود هناك مشاكل اخرى مثلا زي رعاية الصيادين يعني رغم من كل بحيرة من هذه البحيرات موجودة جمعيات التعاونية السماكية لكن لا يوجد دور فعلي دور واضح لرعاية الصيادين والرقابة ونقل مشاكلهم وحل مشاكلهم بالعكس عندهم كانوا سلسلة من سلسلة الاحتكار للانتاج السماكي في بعض الفترات وخاصة هذه الامور كانت واضحة جدا في بحيرة ناصر حتى تم تحرير بيع الأسماك وإعطاء الفرصة للصيادين أنهم يبيعوا سماكهم بعد ما يخش المينة ويتفرز ويتسجل ويندفع الرسول حتى دي لما تعملت ولذلك لو بنناقش المفروض هنناقش كل مصدر على حدة يعني ما ينفحش أنا أبدأ أطر عامة أطر عامة فيه هناك تلوث لعديد من المصادر أطر عامة هناك تكفيف لعديد من البحيرات أطر عامة هناك مشاكل البواغيز وتجديد المياه أطر عامة هناك مشاكل صيد الزريعة وهناك تجارة غير معلنة وتجارة مربحة لتجارة الزريعة في القطاع الآلي وده لما بنعمل الدراسات بنلاقي جزء كبير جدا يعني بيتعدى 60 و70% من مصدر الزريعة لهذه المزارع قطاع خاص بيجيبوها منين فماشي كلها بهذا الوضع هناك أيضا التطهير والنباتات المائية وما تأثير النباتات المائية على الصروة السمكية سيئن بقى السلاك الأكسوجين سيئن بتعوق حركة أي مشاكل معروف الناس اللي شغالين فيه الصروة السمكية تأثير هذه النباتات فزي ما أنا بقول هناك مشاكل أخرى عديد زي خدمات ما بعد الصيد يعني أنا مش متخيل في بحيرة زي بحيرة ناصر اللي طول البحيرة مثلا من أسوان حتى بسنبل أو حدودنا مع السودان 350 كيلو إنه مش موجود غير ثلاث موانئ يعني فيه ناس هتصطاد السمك وتمشي بها ميت كيلو جوه البحيرة عشان توصل المينة فإذا وصلت بالليل حتى بدل ما المينة كان بتشتغل ثلاث دورات طول على مدار 24 ساعة دلوقتي بقت من سبعة لاثنين يبقى معنى ذلك اللي يوصل بعد اثنين هيقعد بسمك والتاني يوم الصبح وطبعا معروف إن السمك معظمنا بعاوز سمك فريش طازة فأي تأخير وبعدين ده هو بينقل من قارب الصيد للنش النقل اللي هو بسموه المعون فبيبقى جايب أطنان من السمك محطوط على بعض وفتلج فأي تأخير وأي حاجة بيأثر على هذه الأسماك فبقى الصياد دلوقتي بيشوف أقرب مكان على شاطئ البحيرة وينقل سمك ويحطه في عربية عشان ينقل السمك بسرعة جدا يودي الأقرب مركز تجميع وأقرب مركز تجميع ده في محافظة في مكان تبع إينا أو الأسر ما فيش حتى في أسوان كلها بعد منهارة شركة مصر أسوان والشركة المصرية لتسويق الأسماك اللي كانوا أيمين بدور جامع جدا في مرحلة تجهيز الأسماك وكانوا بيستلموا الأسماك وجاهزوها ما عادش دلوقتي وبدأ يظلنا مشكلة خطيرة جدا وهي تهريب الأسماك ولما هرب الأسماك إذن أنا ممرتش على المين لأن المسافات بعيد لما ممرش على المين فأنا بقى عندي مشكلة في إحصاءات السمك وبالتالي لما عملت دراسة على الموضوع ده ده أنا لقد فيه فرق شاسع جدا ما بين البيانات اللي متسجلة في الهيئة هيئة تنمية الأسماك في بحيرة ناصر وما بين بيانات الهيئة العامة تنمية السر والسماكية كجاعة مشرفة عامة وبانات الجهاز المركز وصلت في بعض الأحيان لعشرين في المية أو تلاتين في المية المسجل في أسوان غير المسجل في القاهرة فهل برضو الإحصاءات ديت هل بيقدروا يقولك ده فيه تهريب بقى خمسين في المية كمان ولا ستين في المية ولا إيئة أنا معرفش فبيأثر على إحصاءات السر والسماكية وبالدالي إحنا بنطلع من البحيرة قد إيه والجهد الأمثل أو الحجم الأمثل اللي مفروض نطلعه قد إيه يعني المسجل في بيانات محافظة أسوان أقل كتير أقوي من الجهد الأمثل فالمفروض يحصل تنمية طب مشكلة خطيرة جد ولذلك أقول أن كل وحدة تتاخد على بعضها أن كل الشغلانة تكسير التلج تلج مجروش ويحطهم وينقلوا لو هربت ما دفعتش الرسوم في المين ما دفعتش الرسوم فما بقاش فيه إرادات ما فيش إرادات فأنا مش هصرف على الخدمات اللوجستية اللي تخدم على القناة أبسط اللي تخدم على البحير على الصد الجائف مع الانفلات الأمن مع عدم توقف الصد في الشهور اللي كان مفروض يتوقف فيها ولما نقشنا الصيادين قال لك المساحات الكبيرة دي العدة بتاعته ويقصد بها الأوارب والشباك والحاجات بتاعته أنا خايف لا تتسرق لأنه ما فيش أمن دلوقتي فهو بيسيبها جوه البحيرة والبحيرة مسطح كبير زي ما احنا قلنا ده 350 كيلو طولي في عرض بتبدأ من 8 إلى 16 كيلو يعني مساحات كبيرة جدا فقالوا نخزن المعدات دي في مكان ونعمل مكان اللي تخزنه فطلع إن مسافات طويلة جدا ما بين الأماكن وعشان يجيبها ويرجحها طيب قال لك أنا دلوقتي خايف حتى لو أنا سبت المعدات بتحتي إن ناس غور بيجوا يأخذوا هذه المعدات واصطدوا بياه لو اتمسكت يسيبوها بتتصادر فبقى فيه مشكلة فما عادش فيه توقف للصيد فما فيش توقف للصيد عادت الشباك مخلفة فنزلوا بالمتوسط بتاع الوزن بدل ما 350 جرام للسمكة وكان أقلي من كده ما بيخشش الوزن وتحاسبه على اليد دلوقتي نزلت لي 200 جرام للسمكة إذن بقى عندي صيد جائر بقى عندي ما فيش توقف عشان موسم التكاثر والنمو بقى عندي ما فيش إضافة للزريعة فأنا بتوقع ما فيش خدمات ما بعد الصيد فأنا بتوقع إن هيحصل انهيار للإنتاج من أكبر بحيرة موجودة أدى مليون وربع بحيرة تانية زي ما احنا قلنا في تلوث في الحاجات اللي احنا قلنا عليها المشاكل دي لما ننقل بقى للسزراع موضوع للسزراع ده قضية تانية خال للسزراع في مزارع حوضية وفي قفاص وفي تربيت السمك على حقول الرص وقلنا المشاكل دي من زمان قوي وموجودة في الكتاب لو حضركوا هتبعوها هتلاقوا الآتي لو مسكنا المزارع الحكومية أنا بعتبرها إرشادية أكتر من إنها انتاجي فهي كل العملية الغد دلوقتي بتطلع 9000 طن في السنة المزارع الأهلية هي دي الصلب والعصب بتاع الإنتاج من السزراع السمكة ووصل ل 720 ألف طن في عام 2012 يعني في حدود 52% من إنتاج الأسماك في مصر الوحدة الأقفاص 249 ألف طن تقريبا 18% حقول الرز أربعة وثلاثين ونصف ألف طن إحنا ناخدهم كده واحدة واحدة حقول الرز حقول الرز يعني تربية السمك على محمل على حقول الرز كلنا عارفين مشكلة المياه في مصر دلوقتي والنشرات بتاع الهيئة بتقول لابد إن عمل زاروق في وسط الحوض عشان لما الماء يتقل السمك يتحرك يبقى موجود في هذا الماء لما عملنا دراسات اللي عملوا تجهيزات لاستقبال الزريعة طوله 40% من العين إذن فيه 60% ما بيعملوش الزروق ده خالص وفي محافظ الكفر الشيخ وضميات كانوا بيستعيدوا عن هذا الزروق بالمسارف المكشوف بالمسارف المكشوف والإينا لما جوم يصطادهم أن هناك أسماك القراميت وأسماك القراميت أسماك مفترسة يعني كان بتتغذى على الزريعة اللي كانوا بيحطوها وبالتالي لم تحقق هذه الإنتاجية اللي بتاع الهيئة بتقدر إنتاج السمك من حقول الأرز كالآتي عدد الزريعة التي تخرج من المفرخ من لحظة خروجها بتقسم على معدل الزريعة للفدان بمعنى إنني لو مطلع ألف وبحط للفدان خمسمية يبقى الألف دول وصلهم لتنين فدان وتربهم والفدان بيطلع لتلاتين كيلو يبقى أنا بقى عندي ستين كيلو جرام من السمك طبعا حزبة لما عملنا الدراسات إن حجم الإنتاج الفعلي وصل تمنتاشر في المية فقط من المقدر وفقا لهذا الكلام ليه؟ هناك هدر في الزريعة ففي ناس خدت الزريعة لأن البرنامج بتاع توزيع الزريعة برنامج غير علمي بقى بتحدد مراكز مهندس الإرشاد الزراعة اللي بيستلم هذه الزريعة عليه توزيعه وبينقطع علاقة جميع الجهات من بعد توزيع هذه الزريعة إذا ما فيش أي وجهة بالتابع فاللي ياخد الزريعة وكلنا فلاحين لو استلمها من قدام الجامعة وحطها في بيته علشان يتغدى وبعدين يبقى يروح يوديها ممكن الزريعة دي كلها يكون انقضى عليها أو متت دي واحد اثنين الأقفاص السمكية اللي وصلت 249 ألف طن بتمثل 18% من الإنتاج السمك في مصر كل المتابعين للإعلام المصري هناك موجة حرة دلوقتي على الإقفاص السمكية هناك محافظة البحيرة في الشهر الماضي نفذت إزالات للإقفاص السمكية داخل فرع رشيد وكانها مباني على الأرض الزراعية الموضوع ده بدأ من 2004 بعدما كان اتجاه الدولة صريح وواضح لدعم هذا التوجه أو هذا النظام لتربية الأسماك وانتشرت انتشار كبير جدا في فرع دومياط وفي فرع رشيد وفي بعض البحيرات اللي كانت مستهدفة لأنها تكون إحدى المشروعات الصغيرة لتوظيف العمالة وبتحتاج رؤوس أموال صغيرة جدا وسريعة دورة رأس المال وبتحقق الأمن الغزاء وبتوفر بروتين يعني بتجتمع فيها عديد من المواصفات أو الحاجات اللي احنا للمشروعات المستهدفة من حيث عدم ضخامة رأس الأموال وأنها مربحة ومجدية كل الدراسات قالت كده أنها مربحة ومجدية وبتحقق من 30% لـ 50% IRR معدل عائد دخيل لرأس المال ويعني ده مشروعات ممتازة جدا بالعكس في إحدى هذه الدراسات بتاع توفير فرص عمل إحنا الإناءة بتحقق ضعف مرتب اتنين موظفين لو زوج وزوجة اتنين شباب وعملوا كان يامها أربع فاص فقط لغير كان بتحقق لهم ضعف ومتوسط الدخل في مصر مع كل ده استمر الدعم والتنشيط والتشجيع لإقامتها حتى 2004 من 2004 بدأ السيناريو ينعكس إنها بتلوس المياه وإنها سبب في تلوس المياه بالرغم إن الأسماك هي مؤشر لجودة المياه فعندما تموت الأسماك في هذه الأماكن فهناك عامل آخر أدى إلى موت هذه الأسماك من الصرف الصناعي أو أيها فالأسماك في الإقفاص هي اللي بتلوس المياه ولكن الصرف الصحي والصرف الصناعي والمصانع اللي كنت أعملها تصب في هذه المياه لا تلوس المياه وبالتالي بدأت موجة حرة ضد هذه الإقفاص عليت وقلت مع اتجاه الدولة وسياساتها وإذا زاد الغضب فبتكسر وتشيل إذا تراخت وخاصة بعد الثورة والأمن فكترت لدرجة أنها مسجلة في إحصاءات الدولة 249 ألف طن ده يعني دخلها تخشها على تلتين الإنتاج اللي جاي اللي بقى من البحار والبحيرات والنيل والترع والكلام ده كله يعني حاجة كويسة جدا رغم أن عدد أقفاص صغير طيب إذا كان بقى الاتجاهة بتاعة الدولة هتشيل طيب ليه يا دولة ما حدديش أماكن معينة للاستثمار في هذا النشاط حددتي وقلت إن إحنا مستعدين ند ترخيص زي ما كانوا بده 2004 أفكير أن الدولة كانت بترخص وبتحصل رسوم على الإقفاص السماكية تحددوا الأماكن اللي ممكن يتعمل فيها الإقفاص السماكية وبالتالي إن أنا أرخص له وأعمل متابعة ورقابة على التغذية اللي بتتقدمه وبعدين اللي بيرب البلطي والمعظم الإقفاص فده بيتغذي عليه يعني بتغذي على الأغذاء الطبيعي يعني كورد بتاع جورمة روز وأغذية يعني مش ملوسة إذا تمش إيه لهذا الرقم بها هي بقى 249 بـ 18% طيب نين اللي أشد بقى العمود بتاع الإزراع السماك وهي المزارع الأهلية المزارع الأهلية عندنا متصنافة كده في الإحصاءات الرسمية للدولة سيان جهاز مركز الجيجية رسمية اللي بياخد عن الهيئة العامة اللي هي من يوم ما طلعت 82 وهي المسؤولة عن المسطحات المائية رسميا إن فيه ثلاث أقسام وفقا للإدارة وفقا لإدارتها أو الوضع الحيازي مزارع ملك وده الإصحاب وده تقريبا 398 ألف فدان بتطلع 136 ألف طن تقريبا 18% قد الإقفاص طيب الثاني مزارع مؤجرة من الهيئة وده بتدين حوالي 60 ألف فدان بتطلع 118 ألف طن يبقى بتدين 16% من من الإنتاج من الصزراء السامك القضية بقى اللي أنا عاوز أن أقشها هي قضية المزارع المؤقتة كانت يام بتسمى بوضع اليد دلوقتي بتسمى بمزارع مؤقتة إذا مؤقتة لا هي مؤجرة من الهيئة ولا هي ملك أنا برضو مش عارف أفسر أمال الناس دي بتستفيد بهذه الأماكن إزاي يعني هي لا هي مؤجرة بعجود من الهيئة ولا هي ملك أمال ما هو التوصيف هل الناس كده بتزرع وبتاخد خير البلد دي وخير الأرض دي وقعدين يتفرق وضع يد طيب وضع يد ما هو العائد على الدولة طيب هذه الأرض ليه سمت مؤقتة لأن صدر قانون من وزير الزراعة في 1990 لما بدأت ترعة السلام لأن غالبا كده مساحة كبيرة جدا في ترعة السلام مساحة أخرى في كفر الشيخ يعني دي بتنتشر جدا في الده أهلية والشرقية وضميات وبورسعيد ودلت لهم علاقة بترعة السلام وجزء جبير جدا حوالي 62 ألف فدان في محافظة كفر الشيخ فإجمالهم كلهم 173 ألف فدان مزارع مؤقتة أول جزء هي بقول ما حق الدولة في هذه المزارع المؤقتة كمصدر للدخل اتنين مؤقتة معناها أن هذه الأرض مفترض أن تتحول للإستزراع النباتي واستخدامها الآن بصورة مؤقتة كاستزراع السمكي لغسيل التربة طيب إذا كان هذا الكلام من 1990 نحن نهارده 2014 هل يصلح أننا نسميها مؤقتة لمدة 24 سنة لها تحولت لأرض استزراع النباتي ومشكلة أنا بقول مثلا محافظة الشرقية عشان احنا تبعنا هنا درسات كتيرة ده الدولة عملت بعض البنية الأساسية لهذه الأرض عشان تتحول للإستزراع النباتي فهناك استثمارات أرد أنفقت على هذه الأرض وبعض المساحات تحولت فعلا للإستزراع النباتي ثم عادت للاستخدام السمكي طيب ما ندرس اقتصاديات لما درسنا اقتصادياتها استخدامها للإستزراع السمكي أجد اقتصاديا من استخدامها للإستزراع النباتي طيب وإحنا في تحرر اقتصادي اقتصاديا المفروض أننا هذه الموارد الندرة أننا أمنطقها أخصصها أوزحها وفقا لأفضل استخدام طيب أفضل استخدام جاي للإستزراع السمك اللي بيطلع عليه بروتين حيوان اللي مصر فيها عجز في البروتين الحيوان لأن مشكلة الغذاء في مصر هي مشكلة نوعية وليست مشكلة كمية محدش عندنا في مصر بيبات فائق بيبات مكالش أو مشمال لكن هناك عجز نوعي في البروتين وليس البروتين كيقول البروتين الحيوان ففي عجز نوعي احنا بنستورد دلوقتي لحوم بنستورد منتجات ألبان بنستورد أسماك إذن المنتج مهم جدا المنتج هيسدنا نقص في البروتين الحيوان وأنا عندي 35% من الشعب المصري بيفضل أكل الأسماك من وسط الثلاثة بتاع البروتين الحيوان في دراسات قالت كده 35% البروتين الحيواني من الأسماك دلوقتي بيمثل حوالي 25% من استيلاك البروتين الحيواني في مصر إذن بينتج شيء كويس ما هو ثانيا هو مشروعات مجدية للشباب توظيف الشباب ثالثا هي مشروعات يعني لا تتطلب أسمدة عضوية ولا استخدامه بداية ولا 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 والحاجات كثيرة جدا اتعمل مقارنة لميثل هذه الأمور كلها أنا بعد الوقت هذه المزارع الموقعات لما لقيها بتطلع 466 ألف طن يعني 34% من إنتاج مصر من الأسماك زائد لقفاص 18% من إنتاج مصر في الأسماك أنا الاثنين دول بس اللي هم فيهم عدم استقرار حيازي مهددين أنا عندي أرض مؤقتة بس أستخدمها استخدام مؤقت فأنا خايف أستثمر فيه خايف أكسف استخدامي عشان أكسف استخدامي عاوز أعمل حواد وعاوز أعمل عمق مية أنا ميها بقى كمزارع سماكية عملها حولها لمكسف مش معقول لغاية النهاردة 2014 وعند 173 ألف فدان بس أخدمه باستخدام غير مكسف واستخدام غير مكسف بنشوف أعجب العجاب ده الراجل بيعمل بيحفر عرض مترين حوالين الحوض كله الحوض ده ممكن يكون 50 فدان 30 فدان بعرض مترين ينزل 50 سنتي أو 60 سنتي وحط 60 سنتي الطراب الناتج الأتريب الناتجة من هذا الحفر يحطهم على عرض متر جنبها يقوم الدهل وارتفاع 150 سنتي ويقوم جاي مالي مية فمناطق يبقى 13 سنتي مية مناطق 40 سنتي مناطق 50 سنتي عشان كده الإنتاجية عمرها ما هتكون زي المزارع اللي بتتعامل بقى بتتأسم وري وصرف وأعماق ومتابعة فهو ما بيعملش الكلام ده كله لأنه متوقع في أي وقت من الأوقات الحكومة تجي تزيل فيبقى خسر استثماراته فعدم استقرار الحيازة لا يحفز على الاستثمارات وبالتالي لا يحفز على تنمية الإنتاج من هذه الأرض فإذا هناك فاقد من إنتاج الأسماك وفاقد من الداخل وفاقد من الإنتاج المحلي اللي مفروض يتحقق نتيجة لعملية عدم استقرار الحيازة لهذه الأراضي الزراعية فالمفترض دلوقتي الدولة تاخد قرار إما أنها فعلا مؤقتة وهتحولها للزراع نباتي وفي هذا خسارة اقتصادية وعدم تخصيص هذه الموارد وخاصة أنهم بيستخدموا مية صرف زراعي في هذه المزارع ولا يستخدموا مياع عزباء يعني ما فيهش أي تأثير فإما أنه يتاخد قرار بأنها فعلا أرض زراعية وتمشي وداء زي ما بقول فهو خسارة وإما أنه يتاح وتؤجر هذه الأراضي وتستقر الأوضاع الحيازية والناس دي تبدأ تستثمر وتكون عقود لمدى زمني طويل عشان يسمح بالاستقرار ويسمح بالاستثمار ويدم تنمية هذه المزارع التي تتحول من الاستثراع الذي ليس شبه مكسف لهو الأقل من شبه مكسف إلى استثراع مكسف وبالتالي الإنتاجية تزيد فأنا عندي انتاجية مزارع الملك وصلت وفقا لبيانات الهيئة لتلاتة واربعة من عشر طن من الفدان بينما المؤقت أقل من ذلك فهناك فرق في الانتاجية وبالتالي هناك فرق في الانتاج فالمزارع لابد أن ينظر لهذه المزارع بهذا الوضع عشان يحدث تطوير واستقرار وتنمية موسيقى 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 اشتركوا في القناة